احنا حصتنا من المياه هي هي صح ولا حصل حاجة؟ لا ما حصلش حاجة هل زادت؟ لا ما زادتش طب احنا ازاي بنزرع ملايين اللي افدنا بنفس دات الحصة المائية؟ ده معناه ان احنا لازم نكون محققين طفرة ما قلت بالك بقى طفرة ما في مسألة ملف المياه طب ازاي لازم نكون عملنا مجموعة من المشروعات المتعلقة بالتحلية ومعالجة؟ ده اللي احنا عايزين نفهمه اكتر من دكتور دياء الدين القوسي مستشار وزير الموارد المائية والرأي الاسبق وخبير المياه الدولي اهلا بيك يا دكتور دياء اهلا بيك يا دكتور دياء اهلا بحضرتك دكتور دياء ازاي قدرنا او ازاي قدر اقول بملو البق كده احنا حققنا طفرة في ملف المياه عبر المشروعات المتعلقة بالتحلية والمعالجة؟ الله هو معالجة واعادة استغرام مياه الصرف بأنواعها المختلفة عندنا مياه صرف الزراعي وعندنا مياه صرف صراعي وعندنا مياه صرف صناعي وكابت المياهات كبيرة في المياه بتتجه في النهاية الى البحر القصصي طيب دكتور دياء الخط مش واضح على الاطلاق غالبا في مشكلة شبكة احنا هنعاود الاتصال بحضرتك وانا اتمنى ان حضرتك بدو متواجد يعني في مكان تبقى الشبكة فيه اقوى شوية كل شكر الدكتور دياء الدين القوصي مستشار وزير الموارد المائية والرية الاسبق وخبير المياه الدولي دكتور دياء يمكن في بداية الجملة بتاعته قال احنا كان عندنا مياه صرف زراعي ومياه صرف صحي وصناعي كانت تلقى مباشرة في عرض البحر وبالتالي كان بيضيع علينا مليارات الامتار المكعبة من هذه المياه نقدر نستنبط جدا من ده الى ان نعود الاتصال دكتور دياء انه المحطات اللي احنا عملناها دي اللي مصر عملتها اللي الدولة المصرية عملتها اللي عملها المصريين بمعنى شديد الوضوح وبالغ الدقة فيما اظن ادت الى عدم اهدار خد بالك بقى عدم اهدار هذه المليارات المكعبة من الماء كانت تلقى في عرض البحر وبالتالي اشتغلنا على مشروعات كتير جدا متعلقة باعادة استخدام هذه المياه معالجة هذه المياه معالجة بحيث ان تصبح هذه المياه صالحة جدا مية في المية للزراعة مش صالحة لاجل مثلا ان احنا نعمل غابات شجرية لكن مش تبقى للمحاصيل الحقلية او لمختلف المزروعات والمحاصيل اللي تبقى صالحة للاستخدام الادامي لا احنا عملنا المشروعات دي علشان الزراعة بشكلها العام ومرة تانية نرحب بدكتور ضياء الدين القوصي مستشار وزير الموارد المائية والري الأسبق وخبير المياه الدولي اهلا بك مرة تانية دكتور ضياء اهلا بك مرة تانية دكتور فاذا انا عايز اقوله ان كان فيه كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي بتتجع الى البحر المتاشف بدون محالجة ايو اهلا بحوالي 12 مليار متر مكعف في السنة يعني اذي قولنا حوالي مليار متر مكعف في السنة النهاردة احنا اخذنا من اقتطعنا من هذه الكمية مليون متر مكعب في اليوم في منطقة شرق الدلتا من محطة المحطة المحسنة وخمسة وسبعة من عشرة مليون في محطة مصر البحر البعر وبعدين في فارب الدلتا بجاري العمل في مجموعة من المحطات المعارجة التي سيصل اجماليها ان شاء الله الى سبعة ونصف مليون متر مكعب في اليوم يبقى عندنا واحد وستة سبعة لا وعندنا كمان في مصرف كيتشنر في وسط الدلتا حيقالك حوالي مليون متر مكعب في اليوم ايضا يبقى عندك سبعة وسبعة حوالي اربعة عشر مليون متر مكعب في اليوم هذه الكمية قد تصل الى جزء كبير من الماء اللي كانت بتروح الى البحر المتوسط اصلا وهذه الكمية بيتم معالكتها معالكة جيدة يعني بحيث انها تستخدم في الزراعة وطبعا بنحاول بقدر مستطاع ان تكون الزراعة بالطرق الحديثة اللي هي بالرش والرش والرش والطلقيف والخلافة وهذه الكمية اذا كان 14 مليون متر مكعب في اليوم يتكفل ستمائة سبعمائة الف الدم بالراحة يعني عظيم جيدة فأنا بتصور ان ده يعني مجموعة من المشروعات الرائدة لا على مستوى مصر الوحدة ولكن على مستوى الاخليم ويمكن على مستوى العالم ايضا لان ما فيش حد ليعالك كميات مياه الصرف بهذه الضخامة الحقيقة يمكن على مستوى العالم كله ولكن احنا برضو بنواني العالم اننا يعني بناتخذ كل الاجراءات اللازمة لترشيد استخدام المياه الى اقصى حتى ممكن وفي نفس الوقت هذا يغنينا عن ان احنا ناخد حصتنا الكاملة طبعا ان شاء الله مياه النير بدون نقص لانه لان هذه المياه هي اصلا اعادة استخدام لمياه النيل فلو لو كان في اي نقص في مياه النيل لن يكون هناك استخدام طبعا بالكمية المطلوبة يبقى يبقى احنا عايزين مياه النيل اولا بحقوقنا التاريخية بالحصة اللي بنحصل عليها من سنة 1959 لحد نهاربا بالاضافة الى ذلك احنا بنريد استخدام عزين الكميات الهائلة من المياه بيها الصرف بالاضافة الى انه هناك قرار بانه بعد الوصول يعني لا تصل مياه النيل الى المناطق اللي بعيدة عن الوادي وتبتها بمسافات بعيدة زي طبعا الساحل الشمال الغربي زي الصعراء الغربية زي المسافة من 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 الحمام لحد مرسى مصوحه والمسافة الثانية من من انطرة شرق لحد العريش والمسافة من غرداء الى حلايب وشلاتين كل ذلك كل هذه المسافات فيها معطات تحلية من المياه البقر او من المياه الجافية الملحة هذه الكميات كلها بتساعد المياه النيل التي لدينا عجل الشديد فيها وهذا العجل الشديد طبعا بسبب يعني الزيادة السكانية برضو لان نصيب الفرد من المياه النيل الذي يعني وصل الى عدد السكان يزيد شوية متى مكعف السنة النهاردة بيؤشر الى ان هناك نوع من انواع الشح في المياه في المصر فمازل يكون في دعم لازيل كمية بعاد استخدام المياه والصرف المعالجة زائد مياه التحليق والإعلام عظيم جدا أنا بشكرك دكتور ضياء الدين القوصي مستشار وزير الموارد المائية والرية الأسبق